على الساحة الدولية لعلكم تابعتم ما يجري في الصين أول أمس وأمس إنما نقول في الصين هي في الحقيقة في طايوان وهي زيارة نانسي بيلوسي الشخص الثالث في هرم السلطة الأمريكية ورئيسة مجلس النواب الأمريكي واللي زارت طايوان وباتت فيها ليلة كاملة وهي في زيارة لمجموعة من الدول الأسيوية وأدى هذا إلى غضب صيني غير مسبوق غضب صيني كان من نتائجه أنهم أطلقوا مجموعة كبيرة من السواريخ في المياه الإقليمية قريب حتى من الشواطئ من تار الجزيرة الرئيسية اللي هي فيها طايبي فيها العاصمة لكن كما تعرفون طايوان هي أيضا مجموعة جزر وعندهم جزيرة رئيسية ولكن هناك مجموعة جزر فالصين أطلقت مجموعة كبيرة من قامة مناورات بالدخيرة الحية وأطلقت مجموعة من السواريخ وحركت بارجتين حاملتين وعشرات البارج الحربية والغواصات وحاملتين للطائرات فكان خوف رهيب أمس كان فيه خوف من أن يعني حتى الطايوانيين قالوا بأنهم يحضروا في نفاسهم يعني الغزو يكون في أي لحظة طبعا مستبعد أن يحدث الغزو الآن ولكنهم بهذه الطريقة فإن الصينيين في واقع الأمر تقدموا خطوة لغزو الجزيرة بالتأكيد سيتم هذا الغزو على مراحل فالمهم طالبت طايوان المجتمع الدولي بإدانة جماعية للتهديد العسكري الصيني في ظل توطر بين الجانبين تفاقى ما بعد الزيارة فيلوسي وقال وزير خارجي الطايوان أن يطلاق الصين عدد من السواريخ يشكل تهديدا للأمن القومي وتصعيدا للعنف في المنطق حسب ما جات به بعض الأنباء وجاء أيضا موقف طايوان على خلفية تدريبات العسكرية الجهة الصين حيث تحلق لأول مرة في تاريخ الخصومات السواريخ الصينية فوق طايوان يعني أنهم كانوا يرسلون السواريخ أحيانا طيح قبل الجزيرة وأحيانا تحلق فوق الجزيرة وطيح خلفها حتى أن بعض السواريخ سقطت في المياه الإقليمية أو فيما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان مما أدى أن اليابان غاضبة جدا واحتجت لدى الصينيين من أن سواريخكم سقطت أيضا في مياهنا قالوا أن من أصل تسعة سواريخ أرسلوها باليستية سقطت خمسة في اليابان طبعا هذا في اعتقادي لم يكن خطأا صينيا إنما كان مقصودا لأن اليابان أيضا لديها موقف مساند للولايات المتحدة طبعا في تحالف كبير جدا وهناك آلاف من العسكر الأمريكيين في اليابان عشرات الآلاف مثل أيضا كوريش الجنوبية ولكن أيضا لأن الموقف الياباني أقرب إلى طايوان وهو لا يريد للصين أن تحتل طايوان لأن اليابانيين يعرفون أن بعد طايوان سيكون ما بعد بعد طايوان يعني واليابان في الحقيقة موجودة على قائمة الدول اللي ربما الصين تسحف عليها أو تسحقها بالرغم أن اليابان ليست بلدا ضعيفا هي ثالث اقتصاد في العالم وهي أيضا لديها إمكانية هائلة حتى العسكرية بالرغم أن الحرب العالمية الثانية جعلت لها كثير من الحدود إلا أن اليابان تعتبر مع ذلك قوة عسكرية إضافة إلى الوجود الأمريكي والتعاون الأمريكي هناك ولماذا الصين لديها أيضا أطماع في اليابان؟ في الحقيقة لأنها تريد الصين في مثل هذه السنين يعني في هذه العشرينات قبل مئة عام كانت اليابان في العشرينات والثلاثينات كانت اليابان تحتل الصين وقتلت مئات الآلاف أحيانا ينقل ملايين من الصينيين قتلتهم اليابان كانت اليابان يومها تقودها قيادة عسكرية أو طغمة عسكرية حربية استولت على عدد من الدول بما فيها أجزاء هائلة من الصين طبعا استولت على كوريا الجنوبية استولت على الفلبين استولت على كثير وكانت اليابان حليف لهتلر في الحرب العالمية الثانية وقد فعلت الأفعيل في آسيا فبعض دول آسيوية كلها عندها حسابات تاريخية مع اليابان ولكن أكثر هؤلاء هم الصينيون والصينيون لأن الآن لديهم القوة الضاربة التي تستطيع أن تواجه اليابان فالمهم وهم الصينيون وهم يرمون السواريخ اليوم على فوق الجزيرة أو بقرب منها رموا بعض السواريخ الباليستية أيضا في المياه الإقليمية اليابانية وإضافة إلى ذلك قال لك أنهم اخترقوا أيضا المجالين الجوي والبحري بطائراتهم عشرات الطائرات كانت تمر في الأجواء الطيوانية وعشرات البوارج الحربية كانت تدخل المياه الإقليمية لطيوان المعترف بها على الأقل أنها تابعة لطيوان أضافة أن بيكين نشرت أكثر من عشر مدمرات مدمرات وفرقطات بشكل مستمر في المياه المحيطة بالجزيرة لتنفيذ عملية إحكام وسيطرة مشتركة وثور بدء المناورات بين الصين أكد الجيش طيواني أنه مستعد للحرب طيوانيين يقولون هذا لا يخيفون نحن بالفعل لا نريد الحرب لكننا مستعدين لها طبعا بالنسبة لطيوان عندما تقول هذا الكلام فهي لا تعتمد على قواتها الخاصة فقط بالرغم من أنها مسلحة تسليح جيد جدا وبالرغم من أن لديها قدرات عسكرية معتبرة ولكن قدراتها لا تسوي الكثير أمام الصين ربما قد تكون المساواة هي من واحد إلى عشرين يعني قوة طيوان في مواجهة الصين قد تكون من واحد إلى عشرين مثلما كانت أوكرانيا من واحد إلى عشر في مواجهة الجيش الروسي لكن الاعتماد الرئيسي طبعا لطيوان هو على الولايات المتحدة وخاصة على الغرب عموما الولايات المتحدة خصوصا ولكن أيضا على دول مجاورة للصين قد لا تدخل في حرب مع الصين من أجل طيوان ولكنها لن تنظر ولن تسمح ولن تقبل بأن تسيطر الصين على طيوان قالوا أيضا طيوانيين من أن الحقيقة ليس هذا فقط إنما كان هناك أيضا هجومات سيبرانية بحيث تعطلت كثير من الأجهزة الرسمية والحكومية والشركات وحتى المواقع الخاصة للناس توقفت في طيوان تعرضت طيوان لأكبر هجمة سيبرانية في تاريخ غريب في الأمر هنا الطيوانيين يقولون أن هذه الهجمة لم يقوم بها الصينيون فقط إنما ساعدهم الروس وهذا إذا ثبت وتأكد فهذا يعني أن الروس يريدون بكل الطرق أن تحدث حرب في جنوب شرق آسيا أن تحدث حرب ما بين طيوان والصين وقد تدخلها بتأكيد تدخلها الولايات المتحدة لأن ذلك بكل تأكيد سيخفف عنهم الأمر في أوكرانيا فهم في أوكرانيا نحن نقترب من نهاية الشهر السادس وما زالوا يدوروا في العشرة بالمئة المحيطة بروسيا في الدومباس يعني وبعض المدن في جنوب أوكرانيا لكنهم ما زالوا لم يحدثوا أي اختراق كبير ولا يعتقد أن ذلك سيحدث اللهم إلا إذا استخدموا أسلحة نووية تاكتيكية وإذا استخدموا ذلك فإن هذا قد يكون أو قد يؤشر إلى دخول الحرب منعرجات ومخاطر كبرى أخرى لأن أي استخدام سلح نووي قد يقابلوا استخدام سلح نووي أيضا من جهة الغرب لكن الطيوانين أشروا بأن الروس كان لهم دور كبير أيضا في هذه الهجومات السيبرانية عليهم الأمريكيين قالوا من أن البحرية الأمريكية أرسلت USS Ronald Reagan وهذه واحدة من أضخم حاملات الطائرات الأمريكية وقالوا أنها تجري عمليات دورية في بحر الفلبين وهو بحر قريب من الصين وأيضا أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية نشر سفن حربية بينها كما قلت Ronald Reagan ومدمرات في بحر الصين أيضا إضافة إلى بحر الفلبين وقالت المتحدثة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة إذا واصلت السلوك في المسار الخاطئ فستحمل المسؤولية وعندها لا يمكن القول أن أحدا لم يحذرها المهم طبعا استمرت الملاسنات والمشادات الكلامية بين كبار المسؤولين الروس والأمريكا الأمريكان استخدموا لغة خف ولكنهم قالوا بأنهم وهم في الوقت اللي يقولوا نحن نؤمن بالصين واحدة ولكننا لن نسمح للصين بأن تغزو طيوان لن نسمح للصين بأن تضم طيوان بالقوة والحقيقة أن هذا فيه غموظ استراتيجي فهم من جهة يعترفون بأن هناك صين واحدة بمعنى أنهم لا يعترفون بطيوان كدولة وهم عملية لا يعترفون بطيوان كدولة ولكنهم في نفس الوقت لا يسمحون أو لا يريدون للصين أن تضم طيوان حتى تصبح صين واحدة وهذه التناقضات ذكرها كثير من المراقبين حتى أمريكيين في الحقيقة وأربيين ولكن الصينيين أساسا يقولون أن ما يسمونه بأن أمريكا تقبل بصين واحدة على الأرض هي تفعل العكس وأن زيارة فيلوسي إلى منطقة تعتبرها الصين متمردة وفيلوسي هي ثالث شخصية في الإدارة الأمريكية فإن هذا أو في صحب القرار الأمريكي فإن هذا يتناقض مع مفهوم صين واحدة الأمر الآخر هو أن الأمريكيين ذهبوا الآن يجرون في مناورات عسكرية مع مجموعة من الدول مع اندونيسيا معهم اليابان مع أستراليا معهم صنغافورة مجموعة تجري في مناورات عسكرية ليست بعيدة عن الصين وهذا أيضا الحقيقة أنه يوضح أن الولايات المتحدة تقوم بمحاصرة الصين من كل الدول اللي حوله وهي تدرك وتعلم الخصومات والخلافات سواء القديمة أو الجديدة السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية ما بين الصين وهذه الدول ربنا الله اللي فات قلت بأن لديها خصومات الصين مع الفيتنام مع الفليبين مع كوريا الجنوبية مع اليابان مع ماليزيا مع اندونيسيا الآن مع أستراليا أيضا نعلكم تابعتم قبل 14 أو 5 شهر عندما حدثت تلك الضجة الشديدة عندما ألغت أستراليا مشروع 45 مليار دولار شراء أهواصات فرنسية واستبدلتها بأسلحة شديدة تطور من بريطانيا أو من الولايات المتحدة وفي ما عرفه بالليوكوس اليوكوس هي أستراليا اليوكي واليوئس أي التحالف الأسترالي البريطاني الأمريكي وهذا التحالف الذي أزعج الفرنسويين لأنهم خسروا سفقة بـ 45 مليار دولار من التسلح تسلح خاصة بالغواصات فإنه بالنسبة للأستراليين كان مهم جدا لأن الصين تتوسع بسرعة وتبني في أساطيل بحرية لم يسبق لها مثيل وأنها الغواصات الفرنسية متخلفة مقارنة مع نظيراتها الأمريكية وبالتالي تراجعت الأستراليا على ذلك العقد الهائل وهذا أحدث خلافات دبلوماسية ما بين فرنسا وهذه الدول الثلاثة ولكنهم فيما بعد أعطاوا ترضيات لفرنسا في حدود معينة فقط وفهموها بأن حتى فرنسا ستكون خاسر أكبر لأن فرنسا لديها مجموعة من مستعمرات في المحيطين الهندي والهادي وهذه المحيطات تريد الصين أن تسيطر عليها بشكل كبير جدا أيضا من بين التفاصيل في هذه القضية كنت نشوف نقرأ في بعض المجموعة عن الكتابات لأن بعض الناس يقول لك أن الصين مش شرط أنها ستلجأ إلى احتلال طيوانا بمعنى بالقوى العسكرية ولكن لديها مجموعة من الطرق وربما بهذه اقتنمت الفرصة أن تعوجود بيلوسي هناك والتي اعتبرتها بالصرخ كبير للاتفاق الأمريكي الصيني في بداية السبعينات بضرورة أن تكون هناك صين واحدة يقولون بأنها في الحقيقة فإن الصين لديها على الأقل أربع سيناريوهات أو أربع طرق تستطيع أن تسيطر بها على طيوان ومن بين هذه الطرق يتحدثون عن ضم جزر البعيدة في بداية الحديث ذكرت بأن طيوان الجزيرة الرئيسية موجودة لفياة العاصمة ولكن حولها عدد كبير من الجزر وبعض الجزر قريبة جدا من الصين فالصين تستطيع أن تستولي على هذه الجزر دون أن تحدث ربكة عالمية دون أن تحدث حرب كبرى بحيث أن الجزر صغيرة محيطة حتى وإن كان طبعا لطيوان وسيطرت عليها الصين فهذا بالتأكيد لن يدفع بالولايات المتحدة إلى الحرب لأن الولايات المتحدة هي لحامي طيوان اليوم وهي الضامن لأمنها فهذه واحدة من الطرق يقولون بأنهم قد تلجأ إلى هذه الطرق أيضا من بين الطرق أو من بين السيناريوهات المطروحة يقولون بأنهم قد يلجأون إلى إغلاق جمروكي ما معنى إغلاق جمروكي؟ بمعنى أن يحاصروا طيوان محاصرة كاملة مرة أخرى نذكر أن سكان طيوان هم 23 مليون وأن مساحتهم هي 34 ألف كيلومتر مربع في حين أن مساحة الصين تزيد عن 9.5 هي 9.7 مليون كيلومتر مربع أي أكثر من 300 مرة مساحة طيوان وعدد السكان مليار ونصف مليار ونصف مقارنة ب 23 مليون بطبيعة الحال العدد أكثر من 120 مرة أو أكثر من 60 مرة حفوان أكثر من 60 مرة 70 مرة ممكن فالأعداد حتى أنه كانوا فيهم مرات كانوا يضحكوا أو يستهزئوا بهم يقول لهم لو أن كل صيني بزق على طيوان لا غرقوا طيوان من شدة الفرق في عدد السكان إذن يقولوا أن من بين الطرق التي ممكن تلجأ لها الصين هو إغلاق جمهوركي والإغلاق الجمهوركي ما يحصرهمش ولكن كل شي يدخل ويخرج الصين تراقبه والأشياء اللي ما تعجبهاش ما تخليهاش تدخل أو تصادرها والأشياء اللي ما تعجبهاش أيضا تخليهاش تخرج وتصادرها هذا لكن تخلي الأشياء الأساسية مثل الدواء والغذاء إلى آخرها هذا حصار جمهوركي لكن هناك حصار آخر وهو الحصار الشامل بحيث أن الصين تسعى إلى حصار شامل لا تترك أي شيء يدخل أو يخرج دون أن تعلن الحرب تقدم على حصار شامل مثلا مثل ما يحدث اليوم في غزة غزة تحت حصار شامل منذ الآن أكثر من 15 سنة والدخول بتاع الأكل أو بتاع الأدوية أو بتاع الكهرباء يعني يتم وثق صعوبات شديدة جدا فالصين ممكن أن تلجأ إلى هذا الحصار الشامل وهذا أيضا قد يغضب الأمريكيين ويغضب الغرب عموما ولكنه بالتأكيد لن يتفحهم إلى الدخول في حرب إلا إذا كانوا يريدون هذا الحرب وطريقة أخرى يقولوا أيضا أنها ممكن أن يحدثون لها ربكة شديدة على مستوى الحرب السيبرانية بحيث أن الصين توقف كل شيء تقطع الكابلات المتجهة إلى طايوان وتحاصرها سيبرانيا بمعنى أنها تخترق كل مواقعها حساباتها إلى آخره وهذا أيضا ممكن أن يكون مؤثر جدا لكن بعض المراقبين قالوا بأن من الغريب جدا أن إدارة بايدن لم تستطع إيقاف بيلوسي من الذهب صحيح أن إدارة بايدن أعلنت رسميا بأنها ليست مع هذه الزيارة وأنها لم توافق عليها ولكنها لا تستطع أن تمنحها لأن بيلوسي عندها استقلالية في قرارها ولكن البعض يقولون بني في الحقيقة أن هذا متفق عليه هذا أمريكيين كتب في الموضوع هذا بمناسبة قالوا ربما هذا متفق عليه وببساطة لماذا؟ قال لك لأن الولايات المتحدة قد تسعى قد تسعى إلى حرب في هذه الظروف بالضبط قد تسعى إلى حرب مع الصين حرب محدودة ولكن تريد أن تحدث نوع من الحرب بحيث تدفع الصين تستفز الصين إلى درجة أن الصين تستولي على طايوان عندما تستولي على طايوان كل الدول المجاورة الأخرى حوالي عشر دول على الأقل ستكون في حالة خوف شديد من الغزو الصيني وستحذر نفسها أن الصين ربما رح تغزوها هي الأخرى وهذه الدول اليابان كوريا الجنوبية أندونيسيا ماليزيا أستراليا حتى وإن كانت بعيدة قليلاً ما سنغافورة الفلبين الفيتنام كل هذه الدول بروناي فيدفع ذلك هذه الدول إلى الحجر الأمريكي أكثر فأكثر وتدعوها كل هذه الدول تدعو الولايات المتحدة إلى إرسال جيوشها في اليابان موجود الجيش الأمريكي وفي كوريا الجنوبية وفي الفلبين ولكن في ماليزيا مش موجود إلا في حدود ضيقة في أندونيسيا مش موجود في الفيتنام مش موجود فأن هذه الدول ستكون فيما بعد تحت الخوف والرعب الصيني ستطلب من الولايات المتحدة أن تحميها وبالتالي تفتح لها قواعد هائلة في بلدانها وفي نفس الوقت هذه الدول تقطع تجارة مع الصين والصين تتاجر مع هذه الدول بشكل في حدود 30-35% من تجارتها العالمية مما يعطي ضربة شديدة للاقتصاد الصيني وأيضا يظهر للعالم أن الصين ذلك الغول ذلك الهجوج ومجوج إذا شأتوا مرات بالدرجة الناس يوصفوا الصين بأنهم يجوج ومجوج وهذه بالنسبة للموضوع اللي يجوج ومجوج وهو موجود عند الغرب في ثقافتهم وما أيضا يمنو بيجوج ومجوج بالمناسبة وفي تقريبا في كل ديانات فأن هذا هي استراتيجية أمريكية تستفزى عن طيوان تقوم الصين بحصار ثم غزو طيوان يؤدي ذلك إلى خوف شديد من الدول المجاورة تدعو الولايات المتحدة إلى أن تأتي بجيوشها لكل هذه الدول وتصبح كل هذه الجيوش عشر جيوش دول واحد كما الجيش الفيتنامي ما هو الجيش بسيط أو الياباني أو الكوري الجنوبي أو الأندونيسي هذه كلها جيوش قوية ومش بسيطة فتحاصر الولايات المتحدة ليس وحدها وإنما عن طريق حلفاها هؤلاء الأسيويين ويلتحق بها حلفاء الأوروبيين بيحاصروا الصين هذه الدول تكون في حالة حظرة نفسها عسكريا توقف المعاملات التجارية مع الصين تتأثر ولكنها تؤثر على الصين أكثر حتى الدول الأوروبية تبدأ في نوع من الضغط على الصين لماذا يقولوا أن بايدن يريد هذه الاستراتيجية؟ قالوا لأن اليوم اللي اكتفي هذا الموضوع هو جريدة أو موقع يسمى World Socialist Website وهذا الموقع الأمريكي يقول في الحقيقة يقول الكاتب فيه ويسمى دامون يقول بأن بايدن في الحقيقة يريد الحرب مع الصين وأن القول بأن بيلوسي لم تستمع إليه ولم تستمع إلى CIA والبنتاجون ووزير الخارجية إنما هو نوع من محاولة تهرب من مسؤولية الاستفزاز بحيث يجعلون أن الاستفزاز قامت به بيلوسي وليس الولايات المتحدة ككل حتى أنه يبدو أنه في بعض الأساطير هناك في المنطقة يقولوا أنها ستقوم حرب وأن المتسبب فيها ستكون مرأة لما قريت الموضوع هذا قلت يعني ربما الناس لما يقولوا المتسبب فيها ستكون مرأة ربما الناس تروح أذهانهم لمرأة ربما جميلة أو لمرأة في شبابها أو لكن بيلوسي هي عمرها 82 سنة المهم في أساطير هناك في المنطقة في آسيا يقولون من أن في نهاية الزمان عندهم ستحدث حرب شديدة ستتسبب فيها مرأة وبالمناسبة هذه الحروب اللي ممكن تصل إلى حرب عالمية ويتسبب فيها شخص أو اثنين راهو مش مش حاجة استثنائية راهو مثلا الحرب العالمية الأولى القطرة التي أفاضت الكأس وأدت إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى هو هو اغتيال امبراطور النمسا في سرايوف والاغتيال هذا اعتقد امبراطور النمسا إذا كان ذكرتي جيدة اللي يقع في سرايوف وفي عاصمة البوسنة اليوم أدى هذا الاغتيال إلى بداية الحرب العالمية الأولى لأن مرات شرارة الحروب العالمية أو الحروب عموا قد تكون صغيرة وسغيرة جدا إذن من بين اللي قلت أنهم يقولون بأن ربما هذا منهج وسلوك وطريقة طريقة استفزازية وأن الصين قد تدخل في هذا الاستفزاز ويقولوا بأن إدارة بايدن ومن قبلهم حتى ترامب كلهم وصلوا إلى قناعة أن الأجهزة الأمريكية كلها صانع القرار الأمريكي كله على مختلف المستويات الأمنية العسكرية الدبلوماسية البيت الأبيض مراكز الدراسات طبعا هما القرار عندهم لا يصنعه شخص يعني ترامب لما كان هو الاستثناء لكن في الولايات المتحدة هي هذه مجموعة كبيرة من الأجهزة هناك أجهزة سيادية كما يسمونها أو أجهزة فكرية علمية سياسية صنع رأي جرائد إعلام يعني بعض كتاب الأعمدة في نيويورك تايمز أو في الواشنطن بوست على سبيل المثال تعتبر كتاباتهم وكأنها مهمة جدا ويطلع عليها كبار صنع القرار على سبيل المثال المهم يقولوا بأن هذا الاستفزاز ممنهج وأنها خطة واضحة لجعل إدارة لجعل الصين تقع في الاستفزاز ويأتي الرد الأمريكي وأمريكا هنا تستخدم لأن أمريكا تعرف بأنها الداخلة إلى مرحلة ضعف وأن الصين تتقوى يوميا بشكل سريع وسريع جدا اقتصاد الصيني انتقل في ظرف ظرف بسيط جدا من حدود 3 مليار عفوا 3 ألاف مليار دولار الاقتصاد مجموعة الاقتصاد الصيني سنويا إلى ما يقارب الآن 20 ألف مليار يقارب 20 ألف مليار عام هذا 2022 ستتجاوز 20 ألف مليار وهي تقترب من الولايات المتحدة التي رأيها الآن في 23 ألف مليار بعد 5-6 سنوات يصبحوا كيف كيف الاقتصادين الأمريكي والصيني بعد ذلك تبدأ الصين في الذهاب إلى أبعد ما يكون وتتفوق على الولايات المتحدة وتتفوق على كل الدول الأخرى فالولايات المتحدة إذن تريد أن تجعلها طعم وهنا في الحقيقة هذا يشبه هذه السياسة إذا حدثت وهي اللي ربما مارسوها رح تشبه ما حدث مع صدام حسين في مثل هذه الأيام قبل 32 سنة فمعروف أن السفيرة الأمريكية اللي كانت في بغداد في نهاية جويليا طلبت لقاء مع صدام حسين نهاية جويليا 1990 طلبت لقاء مع صدام حسين وأفهمته ووصلته رسالة بأنه إذا غزيت الكويت إحنا رح نأخذ بروندر نوت إحنا رح نشوف باللي رقمت بعمل ما نش مش عاجبنا ما نش راضينا عليه ولكننا سنسلم بالأمر الواقع هذه السفيرة الأمريكية هي اللي إعطات السم في الحقيقة وإعطات لأن صدام حسين كان على الحدود وكان يسعى للغزو لكن كان متردي هذا اللي قام مع هذه السفيرة الأمريكية كل كتابات تاريخية تتحدث عنها تقول بأنها شجعات الطريق غير مباشرة قتلون نحن لن نكون راضين ولكننا بكل تأكيد ليس لدينا الإمكانيات للدخول في حرب وتدمير المنطقة ككل وإلى آخرها طبعا هذا أدى بصدام حسين بعد ربع أيام من اللقاء نظر اللقاء كان في 28 جويلية 1990 في فجر 2 أوت 1990 غزل الكويت وتعرفون القصة وما حدث فيما بعد هل تريد الولايات المتحدة أن تفعل نفس الشيء بحيث تدفع وكأنها كما هذك اللي يرموها للصيادين في الصنارة للحوتة باش تجبتها ثم في النهاية تدخل في حرب مع الصين وحرب تستخدم فيها الدول المجاورة للصين أو على الأقل إذا لم تكن حرب شاملة تكون حرب محدودة بما فيها حرب اقتصادية بما فيها تضييق على الصين بما فيها الغلق على الصين من نواحي كثيرة جدا أعطيكم مثال بسيط مثلا تيك توك الآن وتيك توك هذا كارثة هذا تيك توك على كل حال كل موقع توصل الاجتماعي رأي تتجه أن تكون كوارث للأسر والمجتمعات لكن تيك توك كارثة كبرى أمس نسمع في الأخبار في ريديو فور والحقيقة هذه أفضل مرة تنسيسألوني ما هي أفضل القنوات التي سيتعلمها الإنجليزية أنا أقولها لكم وهي ريديو فور القناة الإذاعية الرابعة إذاعية هي أفضل إنجليزية ممكن تسمحها في العالم أفضل إنجليزية تسمحها في هذه القناة وهذه القناة عندها أخبار يعني عند عدة برامج إخبارية يعني خاصة الساعة الواحدة على الساعة الخامسة على الساعة العاشرة ليلا يعني والصباح أيضا ضمن الساعة السابعة الصباحا فالمهم كنت نسمع في أخبار الخامسة كنت في السيارة فكنت نسمع من بين الأخبار لأثارت انتباهي هو أن البرلمان البرلمان البريطاني أغلق حسابه على التيك توك كانوا فتحوا حساب على التيك توك باش يوروا قال لك تيك توك هذه رغم فيها الشباب بزاف ويجوها الشباب راه يمنتشرة بشكل رهيب تعرفون أن تيك توك تجاوزت الفيسبوك وتجاوزت اليوتيوب قبل شهرين في عدد المتابعين وعدد اللي عندهم حسابات على التيك توك قالوا إذن التيك توك في الحقيقة راهي منصة للشباب فخلينا أن نبدأ نعرفه بالبرلمان الأوروبي وإلى آخر يعني يدروا بيبليسيتي وماركتينج إلى آخر لكن تخيلوا أن الخبر للبرلمان البريطاني يعلن عن غلق حسابه على التيك توك ومؤخرا قبل سبعين أو ثلاثة قالت المخابرات الأمريكية الـ FBI خاصة الجهاز اللي هو بوليسي ولكن نفس الوقت جوسسة في الولايات المتحدة بوليس فيدرالي ومعادل جوسسة أيضا قالوا بأن اكتشفوا أن هواوي شركة هواوي اللي هي شركة صناع تليفونات شهيرة جدا الآن أيضا مبيوعاتها الآن رهي تتجاوز كثير من الشركات اللي سبقتها حتى أعتقد أنها تقترب حتى من الآيفون الآن فقالوا أن شركة هواوي هذه الصينية يلقاوها بأنها وين عندها مراكز تعلبث وتعرفوا اللي هما يوضعوا أسلاك ومراكز لتقوية البث قالوا أنهم اكتشفوا أنها تستخدم أدوات قريبة من المحطات النووية الأمريكية سواء المحطات العمال السلمية مثل الكهرباء وغيرها أو للعسكرية وأنها اكتشفوا أنها تشوش على الاتصالات ما بين الاتصالات التقنية ما بين هذه المحطات النووية ومراكز البحث أو مراكز التحكم إلى آخرها أي أنهم اكتشفوا شيء خطير جدا تقوم به هواوي ويسعون سواء هذا الكلام كان صحيح أو هو كذب على هواوي هذا الهدف كله منه لتوقيف هواوي في العالم الغربي على الأقل ومع هواوي يسعون أيضا لتوقيف تيك توك والحقيقة أن تيك توك مضرة ليس فقط في الغرب مضرة للجميع وأعتقد اللي عنده أبناء صغار خاصة لتحت 15 و20 سنة يعرف أن شباب صغير هذا حتى تحت 10 سنين يعني يرون يتابعوها في كل مكان في العالم والتيك توك هذه إجمالا تنشر التفاهة تنشر كل ما هو تافه كل ما هو على أساس أنه يضحك ومضحك إلى آخر لكن عنده هداف هو التلاعب بعقول الصغار توجيههم في اتجاهات معينة يعني الناس هذي طبعا يقومون بدراسات نفسية ودراسات علمية ودراسات كيف يستطعون أن يصلوا إلى عقول الذين يستهدفونها ولذلك فيه نقاشات سرية وعلنية حول موضوع هواوي وحول موضوع تيك توك على سبيل المثال ولكن أيضا شركات صينية أخرى في الغرب كثيرين في الغرب الآن يقولوا يجب مواجهة الصين والحقيقة أن حتى الموقف الأمريكي والغربي من الغزو الروسي لأوكرانيا جزء رئيسي منه أنا هذا كنت كلمت فيه كثير جزء رئيسي منه يرجع أنهم فاهمين إذا روسيا أخذت أوكرانيا فالمخاطر أنها تقدر تزيد تاخذ دول أخرى ولكن المخاطر الأكبر أن الصين تاخذ كل الدول المجاورة لها وبعدين تزحف على العالم وهل الصين إمكانية تزحف عالم نعم قلنا أكثر من مرة أن من كل خمس سكان في هذا العالم واحد صيني وهذا يكفي زايد أن التكنولوجيا التي لديها رهيبة هذا لا يعني أن الناس ربما يقول لك رأكم ضد الصين لا لا أنا هنا نقدم في موطيات ومعلومات ولكن أنا نعتبر الصين مثل الولايات المتحدة مثل كل هذه الدول هذه الدول استعمارية إمبريالية تسعى إلى الهيمنة وتسعى إلى من يسيطر على العالم وليس إلى هذه ليست جمعيات خيرية أو هذه كلها هدفها الصراع العالمي هدف هذا الصراع العالمي من يهيمن من يسيطر طبعا إفريقيا هي المركز الأول للصراعات وللهيمنة وللنهب يعني إفريقيا منهوبة بشكل غير مسبوق الأكثر ثروات اللي ما زالت ممكن الاستحواذ عليها موجودة في إفريق لأن الصين تدافع عن ثروات الهند تدافع عن ثرواتها البرازيل الولايات المتحدة كندا روسيا هذو كلهم عندهم ثروات ضخمة لكن إفريقيا تحكمها أنظمة بائسة في الغالب تأتي بانقلابات أو تأتي بدبابة الخارج أو إلى آخره وضعيفة جدا ونحن جزء من أفريقيا ونحن جزء من أفريقيا حتى وإن يتضح أو بعض الناس ربما ما اعتبروناش بعض الناس لما تقولوا أنا أفريقي هو يعتبر أن الأفريقي هو فقط ذلك الأصمر ولكن لما ترحلوا تفهموا طبعا الجزائر للأسف يعني في كثير من الأماكن يعرفوا هاش جزائر وين تقولوا ألجيريا يقولك نيجيريا ألجيريا نيجيريا ألجيريا بعد تبدأ تفهم فيها وبدأ هذه رأي أكبر بلد في إفريقيا أكبر بلد في العالم العربي لكن هذا نابع منين أيضا نابع من السياسة اللي احتمدت هذه العصابات في هذه الفترة طولها